أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلين التحويل 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا قالت رئيسة المفوضية عبر منصة X إنه لا يوجد استخدام أفضل لأموال كريملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش فيه على حد وصفها في المقابل قال متحدث لكريملين إن خطوة الاتحاد الأوروبي غير قانونية وإن روسيا ستتخذ إجراءات مدروسة بعناية الغرب يشدد عقوباته على روسيا جراء أعملياتها العسكرية في أوكرانيا وهذه المرة يستخدم أرباح الأصول الروسية المجمدة لديه والتي تبلغ المليارات وفق التقديرات نتابع لروسيا أموال وأصول جمدها الغرب لا تزال من الناحية القانونية مملكة لموسكو لكنها لا تستطيع التصرف بها بشكل فعلي تقدر وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 و350 مليار دولار وهذا يعادل نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي نحو ثلثي الأصول الروسية المجمدة أي ما يعادل 228 مليار دولار موجود في الاتحاد الأوروبي وأغلبها في يوروكلير وهي مؤسسة مالية مقرها بلجيكا تعمل على الحفاظ على الأصول آمنة للبنوك والبورصات والمستثمرين وعند الحديث عن الأموال والأصول الروسية المجمدة فنعني بالتحديد الذهب وسندات الدين والعملات الأجنبية تجمد الأصول الروسية من الغرب لم يحصل دفعة واحدة وإنما بالتدريج المفوضية الأوروبية أوضحت في أكتوبر 2022 أن بروكسل جمدت أصولاً روسية بقيمة 17.4 مليار يورو وشملت العملية حسابات بنكية عقارات ويخوتاً وسلعاً فخرة أخرى لعدد من المواطنين والشركات الروسية التي وقعت تحت العقوبات الأوروبية ووفقاً لبيانات تعود لمطلع عام 2024 كشفت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي عن تجميل دول الاتحاد أصولاً روسية بما مجموعه 68 مليار يورو البنك المركزي الروسي على رأس الجهات المتضررة من تجميد الأصول في الخارج إذ بلغت حصته من التجميد 23 مليار يورو ووفق شركة الخدمات المالية يورو كلير حققت أصول روسيا المجمدة أرباحاً صافية بقيمة 557 مليون يورو خلال الربع الأول من هذا العام وبلغت أرباح الأصول 3.900.000.000 يورو خلال 2023 أما بلومبرغ فتوقعت أن تحقق الأصول الروسية المجمدة أرباحاً استثنائية بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً أرباحاً ستقدم فوراً إلى كييف وفق التصريحات الأوروبية أما زيادتها أو نقصانها فمترك لفترة تجميد الأصول